اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاءت ايضا مكملة للمبادرات السابقة التي حضت بدعمه ودابت حكومة مملكة البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم كافة المبادرات وتسخير كافة الامكانيات من اجل الحفاظ على الثروة السماكية فعلى سبيل المثال لا الحاصر يمثل المركز الوطني للاستزراء السماكي في منطقة رأس حيان احد العلامات البارزة في سير المملكة في الطريق الصحيح من اجل الحفاظ على الثروة البحرية اذ ان مشاريع الاستزراء السماكي تعتبر صناعة واعدة من شأنها الاسهام في رفع الطاقة الانتاجية من الغذاء السماكي بمملكة البحرين الاطار التشريعي والقانوني ايضا كان مساهما في الحفاظ على الثروة البحرية بشكل عام اذ ان مملكة البحرين شرعت العديد من القوانين واللوائح والانظمة المرتبطة بعملية الصيد البحري وتحديد انواع وطرق الصيد ومواسم التكاثر التي يمنع فيها صيد انواع معينة من الاسماك وكل هذه الاجراءات تدعم التوجه العام لكافة الجهود في الحفاظ على الثروة بمسؤولية وطنية من الجميع وتطوير بيئة الاستزراء السماكي وتنميتها من خلال دعم المبادرات والشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق هدف اسما وجوهري هو الامن الغذائي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر